كابتن مهر هبدأ مع حضرتك مباشرة أولا أعرف رأيك في مباراة النادي الأهلي ونادي الوداد المباراة الأولى طبعا بسم الله الرحمن الرحيم من المباراة الأولى يعني أنا بشباه أنها كارنفال أفريكي يكتب في التاريخ بصراحة القرى العربية القرى الأفريكية وكننا بنتمنى طبعا يوصل نهاي فرقتين عرب الحمد لله النادي الأهلي قدر يوصل بعد طبعا تفوقه على الترجي الوداد قدر يوصل للنهاي بعد تفوقه على ساند داونز أعاز أقول أسلام أن مباراة طبعا كانت مباراة تكتيكية من اتنين مدربين بصراحة رجل بلجيكي مدرب كويس أثبت أن هو مدرب كويس جدا يعني أنا كنت أتمنى جريده هو اللي يكمل معهم لكن رجل بلجيكي جاله في وقت بصراحة حصل تغيير وبين يوبيلك برضو يكون أنه يتم اتخاذ قرار في هذا التوقيت تحديدا بإقالة جريده وأن المدرب دا ييجي برضو قرار جريء قرار جريء وصعب وأكيد هم متأكدين أن الرجل دا فعلا يصابده من الخبرات ومدرب محنك وده اللي واضح يعني إحنا مباراة أولى يمكن الوداد وساند داونز التعادل السلبي سفر سفر كل الناس قالت يا حشيش إن صعب جدا جدا إن في جنوب أفريقيا الوداد يوصل وفجئنا طريقة اللعب والسيستم والتنظيم اللي راجل اللعب به هناك يعني كان على أعلى مستوى احترم ساند داونز بشكل كبير قدري جيب جوليل ودي كانت يعني مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا بصراحة والتغيير كمان في الفيسيولوجي في النفسي بالنسبة لعبت الوداد من الحالة البدنية من الحالة المهارية من الحالة التكتيكية وهي دي ميزة المدرب اللي بييجي في أوقات صعبة في هذا الشكل ويبان بالجودة دي طيح احنا بالنسبة لنا تعبنا جدا أسلها بصراحة يعني كولور الموسم ده يعني اكتهت بشكل كبير جدا وتعبنا لحد ما وصلنا للمرحلة دي هو ولعبتنا وجمهرنا طبعا اللي كانت ورانا بشكل كبير لكن عاز أقول مبروك للنادي أعلي نتيجة إيجابية اتنين واحد بعد يمكن الناس قالت لعبة النادي للمحبطة جميل النادي للمحبطة عاز أقول لا احنا نادي القرن 115 سنة إنجازات وبطولات وأنا من خلالك يا إسلام إن شاء الله ويمكن حجيش موجود إن شاء الله بإذن الله هنرجع بإذن الله بالبطولة بالأميرة السمراء إن شاء الله ونضفها لدولاب البطولات بإذن الله شكرا للمحبطة